اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان مملكة البحرين تواصل تحقيق الانجازات الرائدة والنجاحات المتميزة في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وفق منظومة متكاملة وتدابير عصرية ومبادرات حضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واضح معالي رئيس مجلس النواب وبمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالاشخاص ان محافظة مملكة البحرين على الفئة الاولى في تقرير يزارة الخارجية الامريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص للعام السابع على التوالي يؤكد حرصها البالغ واهتمامها الكبير في رعاية وحماية حقوق الانسان في مختلف المجالات والقطاعات مشيرا معاليه الى ان السلطة التشريعية تسعى على الدوام الى تطوير المنظومة الحقوقية عبر سن التشريعات والقوانين والتعاون مع الجهات المختصة من اجل دعم وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المسارات كافة وترسيم ايضا قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي وصون الحقوق والحريات والكرامة الانسانية للجميع وابراز ما حققته مملكة البحرين من انجازات ومشاريع وبرامج نوعية من خلال الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الدولية اشتركوا في القناة